ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله حال الوبائية تبقى عادية مقارنة مع السنوات الماضية حسب وصفه وكانت قد وصلت صباح اليوم السبت إلى المغرب الدفعة الأولى من عقار تطعيم طاميفلو المضاد لفيروس أنفلونز الخنازير إلى المغرب بعد أن سجل انتشار هذا المرض بشكل كبير في عدد من مدن المملكة وتتكون هذه الدفعة من ألف علبة من طاميفلو جرى توريدها من مدينة بازل السويسرية وهي دفعة أولى من أصل 15 ألف علبة تقدم المغرب بطلبها من مجموعة روش لصناعة الأدوية الكمية الأولية شرعة في توزيعها من قبل وزارة الصحة على جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المغرب في انتظار وصول باقي الكمية وقد أقرت وزارة الصحة سابقا بانتشار فيروس H1N1 بوفاة خمسة أشخاص بسبب الإصابة به في عدد من مدن المملكة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية